بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأمتنا به هدائق ذاد بهجا ما كان لكم أن تمتوا شجرها أيلا هم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجثا أيلا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المصدر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلا هم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في غلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا من ينادي رحمته أيلا هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أيلا هم مع الله كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب فإلا الله فما يشعرون أين يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أيذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كل سيئوا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبة المجرمين ولا تحذن عليهم ولا تكون في ضيك مما يمكرون ويقولوا لماذا هذا الوعد إن كنتم صادقين كل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعدلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعدلون فإن ربك لدو فغل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون فإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعجنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقس على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون فإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العبيد العليم فتبكى على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاج العمي عن غلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مثلمون فإذا بقع القول عليهم أخرجنا لهم ذابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يدعون حتى إذا جاءوا قالا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مفترا إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون ويوم ينصق في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فكل أتوه داخلين فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يطن كل شيء إنه قبير لما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء أمرت أن نكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسي من ظل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم ما ياتي فتعرفونها ومع ربك بغافل عما تعملون طاصين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض ونجعلهم إمتا ونجعلهم الوارسين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى أرضعي فإذا قفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحذني إن أرادوا إليك واجعلوهم يا المسلمين فالتقته آل فرعون ليكون له علوبا وحذنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي بلك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أونت تخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح فواد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بي لولا عربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأختيه قسي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل لدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردتناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحذن ولتعلم أن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ شده واستباء آتيناه حكما وعلما وكذلك نزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فبجد فيها رجلين يقتتلا هذا من شيعته وهذا من عدوه فالسغاسه الذي من شيعته على الذي من عدوه فبكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مغل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فأغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما نعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبع في المدينة خائف يتركب في ذا الذي استنسره بالأمس يستفرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يفتش بالذي هو عدوب لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفتا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ما تريد أن تكون من المسلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يتركب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقى أمدين قال عسى ربي أن يهديني سبا السبيل ولما غرد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت لا نصري حتى يصدر الرعاة وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أندلت إلي من خير فقير فجاهدت يحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبد استأدر إن خير من استأدر تلقمي الأمين قال إني أريد أن أمكحك يحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجر فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصادحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نكون وكيل فلما قضى موسى الأجل بسار بأهله آنس من جانب التور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بقبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي عن بودك من في النار من حولها فسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وأن الكعصاك فلما رأاها تهتزك أنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أكبر ولا تغف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فازم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانا من ربك إلى فرعون وملئ إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أخضع مني لسانا فأرسله مع يرد أن يصدقني إني يخاف أن يكذبون قال سنشد عزدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغاهبون فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تقول له عقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فقال فرعون يا أيها الملو ما علمت لكم من إله غيره فأقد لي يا آمان على الدين فاجعل لي صرحا لعلي يطلع إلى إله موسى وإني لا أظنهم من الكاذبين فاستكبره وجنوده في الأرض بغير العقب ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فاندر كيف كان عاكبة الظالمين فاجعل لهم إمت يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأطبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الكرون الأولى بصائر للناس بهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي صغينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطابل عليهم العمر وما كنت ثابيا في أهل مدينة تتلع عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الثور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أتي مثل ما أتي موسى أولم يكفروا بما أتي موسى من قبل قالوا تحراني تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون فلسأتوا بكتاب من عند الله واهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أغل ممن اتبع هواهم غير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا بإنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رضقناهم ينفقون فإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون فكم أهلكنا من قرية ذمة رد معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدين إلا قليلا فكنا نحن الوارسين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلع عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فولا قيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحطرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تذعمون قال الذين حق عليهم القول رب لا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون فقيل دعوا شركاكم فدعوهم فلم يستديبوا لهم ورأوا العذاب أو أنهم كانوا يهتدون فيوم يناديهم فيقولوا ماذا جبتم المرترين فعميت عليهم الأنباء يوم ذين فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فربك يخلق ما يشاء ويقطع ما كان لهم القيارة فبحان الله عما يشركون فربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون فهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى بل آخرى وله الحكم إليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبترون ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فغله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقولوا أين شركاء الذين كنتم تدعمون فنذعنا من كل أمة شهيدا فقل لها توبرها لكم فاعلموا أن الحق لله وغل عنهم ما كانوا يفتعون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم يلكنوا ذما إن مفاتحه لتنوه بالعصبة وبالقوة إذ قال لهم قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما ياتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسجدين وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين قال إنما أوتيته على علم عندي أبا لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في دينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت للا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم بيلكم سباب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فختفنا به وبداره الأرض فما كان لهم ينفيت ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون بيك أن الله يقتد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره لولا أمن الله علينا لقتب بنا بيك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علبا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيّة فلا إذّ الذين عملوا السيّات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في غلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن غهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أندلت إليك ودعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إله الآخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون ألف لام بيم أحسب الناس وأن يطرقوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يستنون ولقد فتنّا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم أسبى الذين يعملون السيّات أن يسبقوا لا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقال الله فإن أجل الله لآل فهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنيج عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عن سيّاتهم ولنذي النوم أحسن الذي كانوا يعملون فوصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جاء ذاك لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تتعما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنضخلنهم في الصاجدين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أبليس الله بعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا تبيلنا ولحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملون أسقالهم أسقالا مع أسقالهم وليسألون يوم القيامة عما كانوا يفتعون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فلبث فيهم ألف ستنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين إبراهيم يسقال لكوم يعبدوا الله باتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله يوسانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يمركون لكم رزقا فابتقوا عند الله رزق واعبدوه واشكره له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاو المبين قل سيروا في الأرض فاندروا كيف بدأ الغلق ثم الله ينشئ النشهة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويغفر من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم معجدين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ملقائي أولئك ييسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جبابكم إلا أن قالوا قلوا أو حركم فانجاء الله من النار إن في ذلك لا آيات لكم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله يوسانا موتة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له ودود وقال إني مهاجر إلى ربي إنهم هو العزيز الحكيم ووهبنا لو إسحاق ويعقب واجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتيناه أجرهم في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطنز قال لقومه إنكم لتأتون الفاعشة ما طبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون فما كان جباب قومه إلا أن قال ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن نجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطنصي بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تعذن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منذلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد طرقنا منها آية بينة لقوم يعقلون إلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ورجوا اليوم الآخرة ولا تعسوا في الأرض مفسدين فكذبوه فعقدتهم الرجفة فأصفأوا في ديارهم جاسبين وعادوا وسمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالا فصدهم عن السبيل وكانوا مستبسلين فقارون وفرعون وهامان ولقد جاءوا موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبهم فمنهم من أرسلنا عليها صبا ومنهم من أخذتوا صيحة ومنهم من خصفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عن كبور اتخذت بيتا وإنه وأنا البيت لبيت عن كبور لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نغربها للناس وما يعكلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين قتل ما أوحي إليك من القتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون ولا تجادد أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين غلوا منهم أقولوا آمنا بالذي أنذر إلينا فأنتر إليكم إلهنا وإلهكم واحد ونحن لهم مفتمون أكذلك أندلا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يدحد بآياتنا إلا الكافرون الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله